اهلا بيبقى نشرح لي وفيديو مهم عن اسئلة حضراتكو في موضوع المعاشات والزيادة الجديدة وهل هتبقى كام واللي معاشه كام حيبقى كام في من حضراتكو كتير بعطلنا اسئلة جمعناها وحنقولها لحضراتكو النهاردة وحنجاوب عليها وحنشوف عشان كل واحد يعرف المفروض معاشه بعد الزيادة حيبقى كام علشان لو فيه اي خطأ او اي حاجة ممكن ان هو يرجع للجهة اللي صرف منها المعاش او ممكن ان هو يرجع لهيئة التأمنات والمعاشات ويقول لهم يا جماعة والله انا معاشي كان كذا المفروض ان هو يبقى كذا المفروض ان فيه لو فيه اي خصومات ولا حاجة حيوضحه هالو ولو فيه اي خطأ وارد ان يحصل اي شيء من الخطأ ويبقى فيه مثلا معاشه اتصرف من غير الزيادة او معاشه اتصرف مثلا بجزء منها او اه حصل اي حاجة فحنشوف مع حضراتكم الاسئلة اللي بعدتوهنة واللي احنا هنجاوب عليها واللي هتفيدنا كلنا وبتوضح لنا المفروض حد ما عاشهم هنكزة اه باعت بيقول انا اه يعني مفروض ان هو يبقى كزا حسبنا لكم ان شاء الله وطابعونا في الفيديو ده فيديو مهم خليكم معنا وشوفوا معنا كده موضوع الزيادات هتبقى قد ايه خليكم معنا في زميلة بتقول بعد اذنكم انا باخد معاش والدي لو اتجوزت واخدت المكافأة بتاعت الزواج لو اه انفصلت تاني ينفع ارجع اه ينفع ارجع المعاش ولا كده خلاص اه ما عادش يرجع تاني اه طبعا اه حضراتك في اه اول ما بتتجوزي المعاش المفروض ان هو بينقطع و اه يعني اه لو لو حصل الانفصال اللي قدر الله قصة يا حاجة بينفع تاخدي المعاش بس لازم حضرتك بتقدمي اوراق جديدة تفيد انفصالك اه يا رب الاجابة كده تكون واضحة السؤال التاني اه حد بعت يقول لنا اه واحدة اه اخت فاضلة بعت يقول لنا الزوجي خرج معاش في خمسة خمسة الفين وستة وتوفي في عشرين عشرين وضم معاشه على معاشي في البنك وانا خرجت معاش في عشرين اربعة الفين وتلاتاشر فهل لنا في العلوات الخمس عند اعتمادها والاجابة بقول لحضرتك الحكم الصادر كل من خرج في الف سمائة سبعة وتمانين حتى الفين وتسعة عشر بيحق له خمس علوات اه الخمس علوات دي التي لم تنضم مع معاشه عند الخروج للمعاش ده بالنسبة اه لكي اه اما بالنسبة لزوجك اه او لزوج حضرتك ما اه اه ما مقصش من النصيب الشرعي في العلوات السؤال التالت معانا هو اه 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 في اه اخت فاضلة بتقول له هو لو انا معايا كرت خدمات ينفع اخد قبض المرحومة امي انا متجوزة وعندي اعاقة وجوزي ملوش اي دخل ومش بأبض اي حاجة الاجابة لا يحق لك الصرف الا كرت الخدمات فقط يبقى الاجابة لا يحق لك الصرف الا كرت الخدمات فقط السؤال الرابع فلاح كان بياخد معاش في القانون رقم 112 لسنة 1980 توفي وزوجته اخدت معاشه بعد وفاته لمدة طويلة وبعدها تنازلت عنه لان معاش والدها اكبر فاصبح المعاش لا يأخذه احد ولكن بعد ذلك بنت المتوفي اه مطلقة او طلقت في شهر تسعة سنة 2019 فالسؤال بقى منقول ايه هل يجوز للبنت المطلقة ان تأخذ معاش والدها المتوفي الاجابة يا جماعة بنقول بنعرف حضراتكم من معاش بتاع قانون 112 لا يورص الا للارمالة فقط لا يورص الا للارمالة فقط وذلك لانه منحة من الدولة لا يجوز لانك مطلقة في 2019 وحسب القانون وحسب القانون لازم تكون مطلقة في سنة 2020 علشان تصرف المعاش الحاجات دي يا جماعة بتبقى بقوانين وبتبقى دقيقة جدا وبيدققوا على يعني اصغر حاجة فلازم الحاجات دي تمشي حسب القانونين اللي بيشرعوها ما بتقول السؤال الخامس بيقول احب اعرف انا خارج معاش في 2024 هل لي في العلوات الخامسة والاجابة لا للأسف الشديد لان الحكم حتى 2019 احنا قاسفين والله يا جماعة ان احنا بنقول لحد لا او مالكش او كده بس والله ده للأسف دي يعني ده القانون ودي القواعد اللي هم حطينها يعني فاحنا بنحاول يعني نعرفكوا اللي لو اللي مالوش عشان ما يبقاش مستني الحكم ويرجع يتصدم انه مثلا لو ما خدش او حاجة فاعذرونا واحنا بنعتذر لحضراتكم ان شاء الله ربنا يراد الناس كلها السؤال الرقم 6 بيقول هل معاش الاب المتوفي ينقسم بالنصف مع الام والبنت المطلقة مع العلم ان الام كانت تعمل ولها معاش والاب متوفي منذ فترة والبنت مطلقة حديثا هل يؤثر على معاش الام والاجابة يا جماعة بنقول المعاش بيقسم على اتنين ما لم تكن الابنة بتعمل او يعني انتم ما تكونش الابنة موظفة او ما تكونش برضو الزوجة موظفة السؤال السبب يقول انا خرجت معاش مبكر شهر 9 سنة 2009 ولم احصل على التسوية والزيادة مثل اخرين ماذا افعل والاجابة بقول لحضرتك حضرتك هتروح التأمينات الاجتماعية والمعاشات بتقدم لهم طلب هناك بتقول لهم فيه بتطلب منهم فيه اعادة تسوية المعاش ولو ما استجابوش حضرتك بترفع دعوة قطائية الشق التاني من الفيديو بتاعنا النهاردة هو الشق الخاص بمعاشات شهر نوفمبر واللي بدأت اللي هي تتصرف من يوم واحد حداشر واللي هو كان الاربعاء الماضي ودي كانت شملة 11 مليون مواطن اللي هم صرفوا معاشات شهر نوفمبر واستمر هو بدأ يوم واحد حداشر يوم الاربع واستمر لغاية يوم الاحد الموافق خمسة حداشر الفين تلاتة وعشرين والمفروض ان الناس تكون ابضت المعاشات بالزيادة الجديدة وحنوضح لحضراتكو كامثلة فصاحب المعاش اللي كان بيتقاضى معاش 1300 جنيه المفروض ان هو معاشه نزله 1900 جنيه 1900 جنيه يعني كان قبل الزيادة 1300 1900 ده بعد الزيادة وذلك مع اضافة 600 جنيه منحة اكتوبر ونوفمبر المواطن اللي كان بياخد معاش وقدره 1900 جنيه المفروض ان هو هيقبض او ان هو ابض يعني معاش شهر 11 2500 جنيه او اللي لسه ما ابضش او اللي لسه يروح بكرة او بعده لسه معانا لغاية يوم الحد المفروض ينزل لحضراتك لو بتاخد معاش 1900 جنيه ينزل لك 2500 جنيه طيب الفرق ده جي منين جي نتيجة 600 جنيه اللي اضافت لحضراتك نتيجة فروق شهر اكتوبر والزيادة اللي هي 300 جنيه بتاع شهر 11 300 مع 300 بتاع شهر اه عشرة بأسر راجعي بستمائة جنيه يبقى نزل لحضراتك 2500 جنيه او حينزل لحضراتك 2500 جنيه المواطن اللي بيتقاضى 2500 جنيه حاليا كمعاش المفروض ان هو ابض او هيقبض مبلغ 30000 جنيه بعد الزيادة كان قبل الزيادة 2500 المفروض بعد الزيادة يبقو 30000 جنيه وذلك ايه اللي هو اضافة 600 جنيه بتاع ايه دول زي ما قلنا بنقول تاني 300 بتاع شهر اكتوبر و300 بتاع شهر نوبامبر يبقى 600 ايه اللي هو لما نحطهم على 2500 هيقبض 30000 جنيه طبعا الشهر ايه ده بس حد هيقول لي ليه مش همك وحيستمر لا المفروض اللي من الشهر الجاي حيات زي احدولتك بدل ما حتقبض بدل ما حزيت 600 حزيت 300 بس انت المرة دي واخد 600 عشان 300 بتاع الشهر عشرة و311 شهر يبقى 600 جنيه شهر الجاي هيبقى 300 بس معاشك 2500 ده هتاخد الشهر الجاي ان شاء الله 2800 جنيه مش 30000 جنيه المواطن اللي بياخد 30000 جنيه صاحب المعاش اللي بياخد 30000 جنيه هياخد المرة دي ان شاء الله 3700 جنيه ده نتيجة 600 جنيه اللي زياده 300 في 10 300 في 11 هياخد 3700 جنيه الشهر الجاي ان شاء الله هياخد 3400 جنيه فقط عشان 300 جنيه بس الزيادة بتوع شهر 12 ان شاء الله نيجي بقى للمواطن اللي كان بياخد حاليا او معاشه كان 3700 جنيه المفروض هيقبض المرة دي او ابض 4300 جنيه لو حد يا جماعة ابض اقل من كده المفروض انه بتوجه لمكتب التأمينات والمعاشات او المكتب البريد اللي ابض منه بيستبصل منه لو ما فادوش بيطلع على مكتب التأمينات والمعاشات بيقول لهم انا معاشي مفروض يزيد 600 جنيه 300 الشهر اللي فات و300 الشهر ده انا ابض مثلا اقل ايه ايه اللي حصل كده يعني فاحنا بنوضح لحضراتك المفروض 3700 جنيه لو معاشك ده تاخد المرة دي 400 جنيه ال 600 جنيه الفرق اللي هما 310 و 311 ان شاء الله الشهر الجاي معاشك الشهر الجاي هيبقى 4000 جنيه فقط هما بتوى 300 بتوى الشهر الجاي ان شاء الله نيجي بعد كده ليه صاحب المعاش او المواطن اللي بياخد 4300 جنيه معاش العادي بتاعه هياخد المرة دي 4900 جنيه طبعا بنزود 600 جنيه زي ما قلنا لحضراتكو ان شاء الله الشهر الجاي هيبقى 4600 جنيه معاشك لغاية ما يحصل اي زيادة تانية نيجي بعد كده للمواطن اللي بياخد 4900 جنيه المفروض ان هو ياخد الشهر ده في واحد حداشر لو كان صرف لو لسه ما صرفش المفروض معاشه هيزيد 600 جنيه يبقى ياخد المرة دي 5500 جنيه الشهر الجاي ان شاء الله هياخد 5200 جنيه معاشه اللي هو يمشي به كده لغاية ما تحصل اي زيادة تانية طبعا الكلام ده عادى المستفيدين يعني طالما مش المستفيد صاحب المشهر اللي بيقبض لو في ورصة هيكون كل واحد بيقبض الزيادة بتبقى بنفس نسبة ترتيبه في الورصة يعني يعني ممكن تبقى الزيادة مثلا 200 جنيه للشهرين او 300 جنيه للشهرين او 400 جنيه للشهرين ده طبعا عشان حضرتك مش المستفيد الاصلي بتبقى وليس او بتقسم المعاشه ودي بتبقى حسب نسبة تقسيم المعاشه وبكده بنكون انتهينا من فيديو النهاردة اعرضنا لكم الزيادة في المعاشات وكل واحد يبدأ على سبيل المثال يعني وعرضنا لكم بعض الاسئلة الملحة اللي جات لنا على القناة واللي حاولنا في فيديوهات فيديو سابق فيديو قبل ده فيديو يعني ده فيه فيديو تاني برضو للاجابة على حضرتك في الاسئلة اللي سألتها نتمنى ان احنا نكون قدرنا نجاوب على اسئلكو او بعض منها تابعونا برضو اكتبونا في كومنتات اسئلكو بنجمعها ونرد عليها سواء بنكتب لكم الرد على مكان الكومنت او بنجمعه ونعرضه لحضرتكو او بنعمل بس ومباشر بأي طريقة ان شاء الله بنحاول نجاوب على اسئلكو بنتمنى اللي لسه مشاركش في قناتنا يدعمنا ويشرفنا وينورنا وشارك في قناتنا دعمونا باللايك والشير لايك والشير كتير يا جماعة بيديك بيدي حضرتك سواب ازاي كلهم بتدي لايك والشير كتير بتبقى بتخلي الفيديو بيصف محركات البحث وبتخلي غيرك يقدر يحصل على الفيديو بطريقة سهلة وسالسة بفضل ربنا ثم بفضل ضغطة اللايك والشير اللي ما بتكلفكش اي حاجة عشان غيرك يقدر يحصل على الفيديو ويستفيد زي ما حيثك استفدت نتمنى نكون افدناكم بنعتذر عن الاطالة وبنتمنى لحضركم كل خير واضغطوا زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد او الاختيار قول او الكل اسف مرة اخرى على الاطالة كان معكم سيد شاكر من قناة شرح لي اشوفكم على خير